البرلمان الأوروبي يطلب من الولايات المتحدة الأمريكية إجابة فورية حول قضية بريسم المتعلقة بتجسس الولايات المتحدة على مؤسسات ومواطني الاتحاد الأوروبي جيفيروفشتاد رئيس مجموعة النواب الليبراليين صرح ليورو نيوز أن كل الذنب لا يجب أن يوضع على سيد سنودن الذي كشف ببساطة أمورا غير مقبولة أوروبيا فيستوعب أن يتم التجسس من قبل الأعداء لا من قبل الأصدقاء أما بالنسبة لمفاوضات معاهدات التجارة الحرم على الولايات المتحدة فبدت بعض المواقف البرلمانية الأوروبية حذرة وقال النائب الألماني الأوروبي مانفريد فيبر إن العلاقات تتأثر بالأحداث ومطلوبة هي الإضاحات ولا يجب أن تنسى المصالح الاستراتيجية الأوروبية حيث أن نصف الشباب الأوروبي الجنوبي دون عمل فالنمو والبطالة هي من المصالح الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي قرار البرلمان الأوروبي تضمن إدانة وتنبيها إلى أن التجسس لو تأكد سوف يؤثر سلبا على العلاقات الأوروبية الأمريكية ترجمة نانسي قنقر